جلسة اليوم والمكاسب التي يسجلها فوق مستويات الستة ألاف وثلاثمائة نقطة بسبعة عشر نقطة نعود من جديد إلى ضيفنا من الرياض سيد سهيل الدراج محلل الأسواق العالمية سيد سهيل نعود معك قبل أن ننتقل أيضا المزيد من التحليل حول تحركات سوق السعودية أحجام وقيم التداولات نلاحظ حتى التراجع في الأحجام بالإضافة إلى التراجع الذي نراه منذ فترة طويلة على قيم التداول إلى متى سيستمر هذا الوضع برأيك؟ هل الأموال تذهب أو تخرج من أسواق الأسهم إلى قنوات استثمارية أخرى في هذا الوقت؟ نعم طبعا نحن الآن يجب علينا أن نعتعد على هذا المستوى من التداول لأن الحقيقة هذا المستوى يستمر معنا فترة طويلة الآن أكثر من سنة ونحن في مستويات تقريبا الـ 2 مليار من الـ 2 إلى الـ 3 مليار طبعا بالطبع أولا السوق يفتقد إلى المحفزات حتى تتحول السيولة إلى سوق الأسهم هذه نقطة أولى نقطة ثانية حقيقة كثير من الناس الذين دخلوا إلى سوق الأسهم أثناء الطفرة خرجوا منه إلى غير رجعة بعد أن منوا بخسائر كبيرة الجزء الثالث من المتداولين في السوق السعودي هم مسكت أرجلهم بأسعار مرتفعة يعني مثلا من كان دخل مثلا بكامل المحفظة في ساهم بـ 30 ريال هو الآن مثلا بعشر ريال ماذا يصنع فبالتالي كل هذه الفئات الآن أصبحت خارج السوق وبالتالي يعني لا بد أن نقبل بهذا الحجم من التداول ارتفاع أحجام التداول مرة أخرى مرهون حقيقة بأن تعود الشركات إلى عملية الربح من جديد لأن تحقيق الأرباح الكبيرة والنمو في الأرباح ليس فقط الربح وإنما نمو الأرباح إذا معادت الشركات تحقق نمو في الأرباح فعندها سيتعود جاذبية السوق السعودي وربما يجتذب الكثير من الأموال على الرغم من ما نراه الآن في الشارع السعودي هو أن كثير الحقيقة من الناس هجرت السوق وابتعدت عنه وربما لا يعودون له كذلك من الأموال التي تدفقت في السابق من العقار ومن قطاعات أخرى كانوا يعملون في الصناعة اليوم أخذوا درس قاسي جدا من أسواق الأسهم وعادوا إلى أنشطاتهم الأساسية التي كانوا فيها وبالتالي لا بد أن نتعود على الأحجام الجديدة نعم طب نعود معك أيضا إلى واقع القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية قطاع البتروكيمويات برأيك إلى أي مدى أو ما هو مستقبل هذا القطاع في ظل المعطيات الحالية من كامل أسعار النفط أيضا أسعار منتجات البتروكيمويات كيف تقيس التباين الذي رأيناه في نتائج الشركات للربع الثالث والمتوقع لها للفترة القادمة أيضا نعم طبعا القطاع البتروكيموي حقيقة هو الوجه المشرق في السوق السعودي واليوم مثلا نشوف بداية السوق السعودية تحرك في المنطقة الإيجابية وسابق طبعا هي من تقود السوق اليوم ويعتقد طالما أن سابق مرتفعة أن يستمر الارتفاع في سوق الأسهم السعودي القطاع البتروكيموي الحقيقة طبعا قطاع منظم يذكرني بالقطاع البنكي لأنه طبعا فيه إدارات جيدة ويتسم طبعا بالعالمية يتأثر بأسعار النفط ويتأثر بالطلب الدولي وهو طبيعة دولي أكثر من كونه محلي لأن طبعا نعرف أن القطاع البتروكيموي أغلب الصادرات تصدر إلى العالم يعني الاستهلاك المحلي قليل جدا وبالتالي حقيقة هذا القطاع هو من القطاعات التي نعتقد بإذن الله أنه مستقبله سيكون مشرق جدا وهو أكثر قطاعنا أتفائل فيه لأنه طبعا نعرف أن العالم الآن بدأ يدخل في مرحلة كبيرة من النمو والنمو في العالم يعني مزيد من الطلب على البتروكيموية كذلك أيضا نعرف الاستهلاك العالمي والرفاهية العالمية وتحول الكثير الآن يعني من يعني كثير من المنتجات الآن بدأت حتى يعني تساهم في رفاهية الإنسان لا بد أنك تستخدم بعض الأشياء البتروكيموية ولذلك نعتقد أنه مستقبل البتروكيمويات سيكون مشرق جدا أيضا كذلك عامل آخر مهم للقطاع البتروكيمو وهو ارتفاع أسعار النفط ارتفاع أسعار النفط وهبوط أسعار الدولار يساهم بشكل أساسي في نمو ورفعة هذا القطاع ومزيد من النمو له وكل المؤشرات العالمية التي نشوفها الآن هي تدل على أن أسعار النفط ستنطلق في المستقبل إلى مستويات أعلى وأعلى كذلك أسعار صرف الدولار نشاهد يعني طبعا أنه الاختلالات الدولية واستبرار العجل في الميزانية الأمريكية يساهم في تراجع الدولار هذه العوامل العالمية كلها نعتقد أنها تنعكس بشكل أساسي على هذا القطاع ويستمر بإذن الله في النمو للسنوات قادمة والقطاع المصرف الذي تحدثت عنه أيضا من ناحية أن النتائج التي ظهرت برأيك ما هي التحديات التي يواجه هذا القطاع في الفترة القادمة هل تتوقع أيضا استمرار صورة أرقام أو نتائج عمال هذه البنوك كما هي عليه في ربع الثالث هل سنراها مجددا في الربع الأخير من هذا العام؟ الحقيقة القطاع البنكي سبب صدمة للكثير من الناس لأن طبعا دعينا نأخذ الصورة العالمية اليوم البنوك في العالم كلها تعافت وأرقام البنوك التي شاهدناها طبعا في الولايات المتحدة مثل جي بي مورغين مثل ويلز فارغو مثل سيتي جروب كل هذه البنوك في أمريكا كل هذه البنوك العالمية كلها كانت نتائجها قوية طبعا بعضها لم يرتفع سعره في السوق بسبب أول آخر ولكن الغالبية حققت ارتفاعات ونمو كبير في نتائج الأربع لماذا البنوك السعودية عجزت أن تحقق نمو على الأقل الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني نشاهد أن كثير من البنوك وأغلب البنوك حصل فيها تراجع تراجع كبير طبعا علمنا عن موضوع المخصصات لكن حقيقة لماذا هذا الحجم الكبير من المخصصات؟ هل نستطيع أن نقول أن حجم الأزمة كان كبير وأنما جزئت على عدد سنوات؟ لكن الحقيقة الوضع محير في هذا القطاع نتمنى أن نعود القطاع البنكي وطبعا هي دورات لا نعتقد أنه شيء يبقى طول حياته مثلا متأثر بالسلب ولا شيء يبقى طول حياته متأثر بالإيجابة هي دورات اقتصادية ودورات تمر على كل الأنشطة فأنا أعتقد أن القطاع البنكي مر بالسيء وإن شاء الله لا يكون أمامنا الكثير من السوء نتمنى أن لا يكون أمامنا الكثير من السوء يعني عودة الأرباح للقطاع البنكي هي مرهونة بعودة الإقراض في هذا القطاع العودة إلى الإقراض وإلى الأنشطة البنكية ونعرف البنوك السعودية في تحفظ شديد بدليل على أن كثير من الشركات التي حصلت تمويل في الفترة الأخيرة كانت من بنوك عالمية لم نسمع مثلا عن صفقات كبيرة من البنوك السعودية نتمنى إن شاء الله أن المستقبل يكون مشرق لهذا القطاع شكرا جزيلا لك سيد سهيل دراج محل الأسواق العالمية كنت معي وباشرة من الرياض مشاهدينا نذكر بالسوق السعودي الآن مع بداية أو انطلاقة جلسة اليوم لا تزال الصورة على ارتفاع 6310 نقاط سننتابع مدى تماسك مؤشر السوق في هذه المستوى تحديدا 6300 نقطة نعود ونطبع معكم الوصلة لهذا اليوم والمزيد من تطورات الأسواق في هذه الجلسة بعد الفاصل الأسواق السعودية برعاية سامبتا